استكمالا للتحذيرات الخاصة بالامتحانات الرسمية المشرفون على امتحانات البكالوريا يلتحقون بفرع ديوان الامتحانات والمسابقات بالعاصمة فيما يعرف بفترة الحجز التي تتم فيها القراءة الثانية والنهائية للمواضيع المقترحة في الامتحان ما تم سياقة المواضيع إلا أن هذه المواضيع تخضع إلى قراءة نهائية في الفترة التي ما نسميها بالحجز وفي هذه الفترة بالذات هناك التزام للمعنيين ولأن السنة الدراسية الحالية شهدت سلسلة من الانقطاعات بسبب ارتفاع صعبات كورونا خلال الأشهر الماضية ما تسبب في تذبذب سير الدروس الوزارة تطمئن المترشحين وتؤكد أن أسئلة الامتحانات ستكون ضمن ما تلقاه التلاميذ في الأقسام فترة التربية الوطنية ممثلة في مفتشية العامة وكذلك مديرية التعليم تقوم خلال السنة ليس فقط في هذا الفصل بالذات بل بتدائم من الفصل الأول وكذلك ثاني وثالث في فترات لتقييم مادة تنفيذ المناهج وكلما لاحظت خلال يتعلق بتنفيذ المناهج أو بتأخر ولو في فوج واحد على مستوى الوطني في هذا الحال تعد دراسة لتدارك هذا الخلال ويتم ذلك عن طريق المفتشين في الميدان لا يمتحن التلاميذ إلا فيما تم دراسته حضورية هذا ومن المنتظر أن ينطلق الامتحان التجريبي للباكالوريا بداية من منتصف شهر ماي الجاري ليتفرغ بعدها المترشحون للمراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات في الثاني عشر من شهر جوان المقبل ترجمة نانسي قنقر